موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معنا في جامعات محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء اليوم معنا الأستاذ نبيل عياشي أخي صائفي علوم التغذية وغادي نتكلموه لمشكلة القبض في رمضان سينا بيل عياشي صباح الموت صباح الخير سامي مشكلة القبض بينا نعرفه أولا وشهو مرض أو غير حالة تجي عند علاقة مع شهر رمضان الكريم أكيد سامي رفاينة من تحدث عن القبض فهو يقدر يكون مرتبط بواحد الحالة مرضية يقدر يكون نتيجة واحد ما ما تعيش ليهو غير صحي وليهو غير سليم وهذه الحالة التانية اللي غن هدروع اليوم غن هدروش عن الحالة المرضية فطبع حال في رمضان للأسف تدهر هذه المشكلة دي القبض ودرجة التغيير دير النظام الغذائي وديرن بعض مجموعة دي الممارسات الغذائية للأسف لتدهر خلالات الشهر المبارك لتتأدير هذه المشكلة دي القبض ومنها كذلك كلت الحركة أستاذ واش كينا أسباب غير غذائية أخرى لسكن تؤدي للقبض مومنا نتوجد أسباب تتدخل فيما بينا عندنا عدم تناول كمية كافية من الألياف الغذائية وعندنا عدم تناول كمية كافية من الفيتامينة وخصص الأملاح المدينية عندنا عدم شرب كمية كافية من الماء لأن الماء والأملاح المدينية تدرواру whit التوازن داخل تسمنا عندنا كذلك نقطة التي هي مهمة لها الحالة فعدم ممارسة الحالة وعدم احترام القواعد الرئيسية للنظام الغذائي تكون بين الأسباب دي القبض فهمنا أستدنا بالعياشي بأن الأليف مهمة جداً لمحاربة ظهرت أو حالة القبض فهين هي هذه الأغذية التي تقربوا منها والتي عامر بالأليف خلال شهر رمضان؟ الأليف غذائية ساميرا هي كينا خصنا غير حين نمشي عندها أولاً خصنا مشيو الخضر والفواكيل لتكون ممع السراش وممتحوناش مشي العصير أو لصفبة يعني تناوله كذلك خضر على شكل شلادع وفاكيه على شكل فاكيه نقطة تانية هو الخبز ديالشي إليه والخبز بالنخالة دياله وبطبع حال تناول قطن الفواكيل جفا وعلى رأسة تومور كذلك شكراً لك أستد نبي لياشي أخي صائفي علوم التغذية هنا بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدهر البيضاء شكراً لك على المصائح وشكراً لكم متابعين إلى المنطقة